مرحبا بكم الكل بيش نمشي والآن مع فقرة ممكن فقرة ممكن في بنامجكم اكس بخير ويسير الحمدلله بيس بداية أسبوع موافقة اليوم نهارتين 16 اكتوبر 2023 وبشحكيه على النمو الاقتصادي اجتماع انا عندي برشة تساؤلات معنا تعالى الموضوع دي خلنمشي والآن احنا مع فقرة ممكن ثمار عشين ممكن بشاركة معا ليسير كلمة ليك ملحبا سبا خير ويسير مر اخرى لي كل الناس اللي يسمعوا فينا الكل على اكس بخيزة فام الحدث الاقتصادي العالمي جمع ليفاتت كان الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللي صار في مراكش من 9 ال 15 اكتوبر الحالي وهذا في اتار مداولات الربيع سبرينج ميتينجز بالضبط المداولات اللي تصير مرة كل 3 سنين خارج امريكي في اتار خدمتي حاولت انتبع الحوارات والمداولات اللي صارت في اليفنمون هذا واحدة من المواضيع اللي الترقولها هي النمو الاقتصادي بعد الازمة كورونا والفترة السعيبة اللي عيشها العالم الكل وضاية الاستاغفليشن اللي سبق وحكينا عليها نذكروا ان هي حالة تضخم عالية مع نمو اقتصادي ضعيف وإلا من عدم يعني ركود مع تضخم الانستابلية جيو بوليتيك التخيرات المناخية اللي وليت تخي سيريوز في الفترة الاخيرة هذا الكل ساهم في تعطيل النمو الاقتصادي بصفة كبيرة نمو الاقتصادي اللي نقصد به زيادة العامة في انتاج السلع والخدمات في البلاد على طول فترة محدة واليتقاس تتقاس اسانسيالما عن طريق الناتج المحلي الخام لبيبي في العالم الكل بخيسك الناتج المحلي الخام للفرد يعني حصة الفرد من الناتج المحلي الخام للبلاد عرف انخفاض كبير في العوام الاخيرة من الفين وعشرين مع ازمة كورونا في تونس لبيبي بارابيتون يتقدر ب 3776 دولار هالمناخ العالمي خلق صعوبة في الاستثمار جاية من زيدة في نسب الفائدة على الاسواق العالمية بعد التذكير بالليفاكت هذوم الكل مدولات مراكش للإفامي والبانك مونديال عطاوا مجموعة من اللي كانت بصفة واضحة التعويل على الموارد المحلية وهذا من خلال الريفورم نساسر للسياسات الجيبائية في العالم لازم كل بلاد تلقى النفو اوبتيمال للتاكس لنفو الجيبائية متاحة اللي يمكن من زيدة في موارد الدولة من خير ما يعطل الاستثمار اكدو زيدة على اهمية تفعيل بصفة جدية تاكس كاربون اللي اكيد تعاون في مداخيل دول النامية بالتحديد الدول اللي عندها اقل انبعاثات كاربون بالاضافة للتاكس على العملات الرقمية في اخر السيسيون اكدو زيدة على اهمية الموارد البشرية يعني ما فهمش نمو اقتصادي اذا ما فهمش استثمار في التعليم الإدوكاسيون البركوس للزغار في العالم الكل هذا تقريبا كل ما تحكي عليه في السيسيون تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الموارد المحلية فكرة الموارد المحلية تحيلنا الباب كبير برشا باب ولا اديولوجيا تتعارف مع الموديل استندار اللي مشي فيه العالم لسنوات طويلة توا فما وعي بالسر مزور كل البلاد عندها سن بخبخ دوزاج ولا الاربيتراج اللي لازم تعملو باشتلقى لكيليبر لكيليبر ما بين العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي والانتاجية هذم لزوبجكتيف اللي العالم الكل ولا لزاندكاتور اللي العالم الكل لازم يختم عليهم ويتفق عليهم واللي براس كالعقل الناس الكل متنجم كانت تتفق عليهم فما بولدين واللي تقيس في اللي بياناتخ السوسيال مع انتا معادش نتكلمو على اللي بياناتخ ايكونامي كبركة ما بلتو لبياناتخ السوسيال بولدين هذي تعرف باقتصادات السعادة يمكن الكلام على الاقتصادات السعادة في فترة كيف ما ننعيش فيها توا ما يستقيمش برشا لكن العلم يقول وانو بعد الكريز فما غلانس اكيد نجمو نخدمو نجمو نحلمو بإرادة وبإتقان باش نكونو في اقتصادات السعادة نهاركم طيب طيب فما معتها أنا بدي تبع تحاولت نتبع نتفرج في دي سيشن لكلهم اللي ساروا في المداولات متاع ماركش لسبرينج ميتينج فما غيالما كي un changement دي سكور وي الكروسانس ايكوناميك ممكون بعد في الازمة تتقاس ديفيرمان اسكتو في الفترة هذي متاع الستاغفليشن اسكو مازلنا نتكلم على المزور متاع الكروسانس الموديل الستندار اللي يمشي فيه العالم على سنوات معناتها الستنداردزازيان جلوبال للكروسانس وتتنقيسه بنفس الطريقة هل تستقيم توا في بالسركنسانس اكتويل هذا الكلو الازيكونوميست في العالم الكل اللي يترحوا فيه وتترح في اللقاءة السنوية الانوال ميتينج لصندوق النقد الدول اللي في ماركش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة